السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سننضي اليوم معا في دروب العلم والمعرفة في درس مهم من دروس اللغة العربية للصف السادس وسنكمل مسيرتنا في التعليم رغم الظروف درس أهمية الطاقة الشمسية من وحدة الطاقة المتجددة ظاهرة من الظواهر الكونية لا وهي الشمس الشمس ذكرت في 35 موضعا في القرآن الكريم ومرتان في القرآن بوصفها السراج فهي مصدر مهم للطاقة الحرارية والضوئية للإلسان والكائنات الحية افتح معي عزيز الطالب كتابك على درس الطاقة الشمسية من الجميل أن نلقي نظرة على أسئلة التحدث سأترك لك المجال عزيز الطالب لتتحدث في دقيقتين عن أهمية الشمس في حياتنا والآن سأقوم بقراءة الدرس قراءة تفسيرية توضيحية لاستغلال الوقت راجية من الأمهات الفاضلات متابعة قراءة الطالب أكثر من مرة إلى أن يقرأ بالشكل الصحيح أهمية الطاقة الشمسية أصبحت الشمس مصدراً مهماً للطاقة النظيفة التي تستخدم لتسخين الماء كما هي الحال في السخانات الشمسية التي تعمل على تسخين الماء لتزويد المنازل بالماء الساخن وتدفئة المنازل والمزارع والمصانع وغير ذلك بداية سنبدأ بالفقرة الأولى قراءة تفسيرية توضيحية للمعاني ونستخرج بعض الكلمات في بداية الفقرة أصبحت أصبح درسناها في علماضي ناقص الشمس اسم أصبح مرفوع مصدراً خبر أصبح منصوب نجد كلمة الطاقة النظيفة الطاقة النظيفة معناها لا ينتج عنها مواد ملوثة التي اسم موصول تستخدم لتسخين الماء كما هي هي هنا ضمير غائب الحال في السخانات الشمسية كلمة السخانات نوعها هنا جمع مؤنث سالم التي تعمل على تسخين الماء لتزويد المنازل بالماء هنا جاءت الفاصلة المنقوطة لبيان السبب لتزويد المنازل بالماء الساخن وتدفئت المنازل والمزارع والمصانع وغير ذلك في نهاية الفقرة نجد كلمة ذلك وهي اسم إشارة أما في الفقرة الثانية تستخدم الطاقة الشمسية لتقطير الماء المالح ليصبح ماء صالحا للشرب وتهيئته للاستخدامات الزراعية كما تستخدم في شحن بطاريات الكهرباء التي تدير القوارب والمركبات المختلفة الأرضية منها والفضائية وما زال العالم يعمل على تسخير الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الماء على نطاق واسع واسع بالنسبة للفقرة الثانية سنجد كلمة لتقطيري كلمة تقطير بمعنى عملية تبخر ثم تكاثف أما كلمة تهيئته تهيئة بمعنى إعداد والهاء هنا ضمير متصل يعود على الماء للاستخدامات الزراعية كما تستخدم في شحن شحن بمعنى نقل بطاريات الكهرباء التي تدير القوارب والمركبات المختلفة كلمة تدير نجد معناها في أسئلة المعجم والدلالة بمعنى تدير تحرك الأرضية منها والفضائية وما زال العالم يعمل على تسخير الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات الماء على نطاق واسع ما زال؟ هنا ما زال درسناها من أخوات كانت تدل على الاستمرارية تعرف فعل ماضي ناقص العالم اسم ما زال مرفوع يعمل هنا خبرها جاء هون خبر ما زال جملة فعلية لم يدرسها الطالب في الصف السادس وإنما سيدرسها في الصفوف اللاحقة على تسخير كلمة تسخير بمعنى تذليل الطاقة الشمسية في تشغيل مضخات هنا كلمة مضخات جمع مضخة وهي آلة لدفع الماء جاء نوع الكلمة هنا جمع مؤنث سالم على نطاق واسع كلمة نطاق بمعنى مجال أما في الفقرة الثالثة ثمت معويقات عديدة قد تواجه نظام الطاقة الشمسية مثل تخزين الطاقة والتوقف عن العمل في الليل وأيام الشتاء فضلا عن حاجة الأجهزة إلى الصيانة المستمرة غير أن هذه المشكلات يمكن تجاوزها وبخاصة في ضوء التكنولوجيا المتطورة لذا ينبغي العمل على بناء فرق قادرة على إدارة مشاريع المستقبل ثمت هنا اسم إشارة معويقات بمعنى مشكلات وهي نوع الكلمة هنا جمع مؤنث سالم نوع الكلمة هنا معويقات هي جمع مؤنث سالم أما بالنسبة إلى كلمة الصيانة في السطر الثاني الصيانة بمعنى إصلاح وننتقل إلى كلمة يمكن تجاوزها تجاوزها ما هي التي يمكن أن نتجاوزها تعود الها هون ضمير متصل يعود على المشكلات ننتقل إلى كلمة فرق فرق هنا نوعها جمع تكثير مفردها ماذا عزيز الطالب؟ على إدارة مشاريع المستقبل على هنا على حرف جر إدارة اسم مجرور مشاريع مضاف إليه وهو مضاف المستقبل مضاف إليه ننتقل للفقرة رقم رقم أربعة تطورت صناعات السخانات الشمسية في الأردن وغدت داعما مهما لتسخين المياه حيث أصبح الاستثمار فيها قادرا على أن يسترد ما ينفقه المستثمر في غضون سنتين إلى ثلاث سنوات في أقصى تقدير لأن الأردن تتوفر فيه شدة شمسية تزيد على تلك التي تسقط على أوروبا بمعدل ثلاث إلى خمس مرات الآن سنقوم بتحديل هذه الفقرة معا تطورت صناعات السخانات الشمسية تطورت درسناها في الفصل الماضي فهي فعل لازم تطورت التاء هون تاء التأنيث الساكنة لا محل لها من الإعراب صناعاته فاعل السخانات مضاف إليه الشمسية نعت كما درسنا النعت يتبع المنعود في الحركة لذلك نلاحظ السخانات مجرورة والشمسية أيضا مجرورة وغدت غدت هنا بمعنى أصبحت داعما بمعنى مساندا مهما لتسخين المياه حيث أصبح هنا حيث غرف وأصبح فعل ماضي ناقص من أخوات كان يدل على الزمن الاستثمار اسم أصبح مرفوع بالضمة لاحظ معي عزيز الطالب وجود الضمة في نهاية الكلمة الاستثمار هنا بمعنى الانتفاع فيها قادرا قادرا هنا خبر أصبح منصوب بالفتحة لا نقول منصوب بتنوين الفتح لأن الإعراب يكون فقط بالعلامات الأصلية للإعراب وهي الفتحة والضمة والكسرة لذلك نقول خبر أصبح منصوب بالفتحة فقط على أن يسترد هنا أن عليها سكون أن حرف نصب يسترد فعل مضارع منصوب ما هنا ما الموصولة بمعنى الذي يمكن إزالة كلمة ما ونضع مكانها الذي تكون الجملة صحيحة ما ينفقه المستثمر المستثمر هنا بمعنى من يعمل على استثمار أمواله للانتفاع منها في غضون كلمة غضون بمعنى خلال سنتين إلى ثلاث سنوات في أقصى تقدير لأن الأردن تتوفر فيه شدة شمسية تزيد على تلك تلك هنا اسم إشارة التي تسقط على أوروبا بمعدل ثلاث إلى خمس مرات وصلنا عزيز الطالب إلى الفقرة الأخيرة من النص تتنوع استخدامات الطاقة الشمسية في الأردن بشكل واسع إذ يمكن توليد الكهرباء من خلالها لتقديم الخدمات للأماكن النائية التي تفتقر إلى الشبكة الكهربائية سنقوم بتحليل الفقرة معا تتنوع استخدامات الطاقة الشمسية في الأردن بشكل واسع بشكل واسع قلنا أن النعت يتبع المنعوت بالحركة واسع هنا نعت نعت بمعنى صفة بشكل واسع لاحظ عزيز الطالب وجود تنوين الكسر على الكلمتين إذ يمكن توليد كلمة توليد هنا بمعنى إنتاج الكهرباء من خلالها لتقديم الخدمات الخدمات هنا نوع الكلمة جمع مؤنث سالم للأماكن شبه جملة جرية شبه جملة جرية هنا اللام حرف جر اللام اتصل بالكلمة الأماكن فأصبحت لللام كسرة وكلمة للأماكن كسرة وأعربت اسم مجرور النائية بمعنى البعيدة التي تفتقر إلى الشبكة الكهربائية الشبكة الكهربائية هي مجموعة أسلاك تعمل على توصيل الكهرباء للبيوت والمصانع أتمنى منك عزيز الطالب أن تكتب هذه المعلومات على كتابك وأن تفهمها جيدا الآن سننتقل إلى أسئلة المعجم والدلالة أضف إلى معجمك اللغوي كلمة تسخير بمعنى تذليل نقول سخر الشيء ذلله وأخضعه ويسره تدير تحرك النائية البعيدة معوقات عقبات أنت تعلم عزيز الطالب أن الكلمات الموجودة في المعجم والدلالة هي حفظ غيبا أما التي نكتبها على الكتاب وعلى الدفتر فهي فقط للفهم وليست للحفظ أما بالنسبة للسؤال الثاني عد إلى أحد المعاجم وابحث عن معنى كل كلمة من الكلمات الآتية تخزين حفظ تقطير بمعنى تنقية الماء من المواد الملوثة تبخره ثم تكاتفه تفتقر بمعنى تحتاج السؤال رقم ثلاث وظف شفويا الكلمة السؤال الثالث وظف شفويا الكلمتين الآتيتين في جملتين من إنشائك كلمة التكنولوجيا كلمة غضون حاول عزيز الطالب أن تفكر في جملتين من إنشائك الأولى تحتوي على كلمة التكنولوجيا والجملة الثانية تحتوي على كلمة غضون السؤال الرابع عد إلى النص واستخرج منه كلمة بمعنى الكثيرة كلمة بمعنى الكثيرة كلمة عديدة موجودة في الفقرة رقم ثلاث موجودة في الفقرة رقم ثلاث تمام؟ أما بالنسبة للسؤال رقم خمسة فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط في كل جملتين متقابلتين ألف تستخدم في شحن بطاريات الكهرباء شحن كلمة شحن هو بمعنى تزويدها بالكهرباء أما في الجملة المقابلة قام أبي بشحن البضاعة إلى الخارج كلمة بشحن هنا بمعنى نقلها نقل البضاعة با لتزويد المنازل بالماء الساخن كلمة المنازل هنا بمعنى البيوت أما في الجملة المقابلة يتكون الرقم مئة من ثلاث منازل كلمة منازل هنا بمعنى خانات أحد عشرات مئات ثلاث خانات هنا أما في السؤال السادس انقل ما يأتي إلى دفتركة مصل الكلمة بضدها الكلمة وضدها تشغيل إيقاف تفتقر تغتني متطورة متخلفة شدة ضعف أما في الكلمة الأخيرة فهي قادرة بمعنى أو ضدها عاجزة أتمنى منك عزيز الطالب عند كتابة حل الأسئلة على دفتر حل الأسئلة أن تكتب الكلمة وضدها بالطريقة التي اعتدنا عليها في الدروس السابقة تشغيل إيقاف ولا نقوم بإيصال الكلمات كما هو في الكتاب أما في أسئلة الفهم والاستيعاب السؤال الأول أصبحت الشمس مصدرا مهما للطاقة النظيفة ماذا يعني هذا القول؟ فكر قليلا بالإجابة سأترك لك المجال وقفنا في المرة السابقة عند أسئلة الفهم والاستيعاب والتحليل السؤال الأول أصبحت الشمس مصدرا مهما للطاقة النظيفة ماذا يعني هذا القول؟ يعني أن الشمس أصبحت مصدرا مهما لتوليد الطاقة التي لا تسبب التلوث لا ينتج عنها مواد ملوثة سؤال رقم 2 بيّن مشكلتين يعانيهما نظام الطاقة الشمسية مشكلتين المشكلة الأولى تخزين الطاقة المشكلة الثانية التوقف عن العمل ليلا وأيام الشتاء السؤال الثالث استخرج الفكرة الرئيسية من الفقرة الثانية من النص السؤال الثالث تتحدث عن الاستخدامات المتعددة للطاقة الشمسية في مختلف مجالات الحياة سؤال رقم 4 ما الذي يشجع على استخدام نظام الطاقة الشمسية في الأردن؟ وجود شدة شمسية تزيد عن تلك التي تسقط على أوروبا بمعدل ثلاث إلى خمس مرات سؤال رقم 5 تستخدم الطاقة الشمسية في الأردن لأغراض متنوعة اشرح هذه العبارة بلغتك سؤال رقم 5 تستخدم الطاقة الشمسية في الأردن لأغراض متنوعة اشرح هذه العبارة بلغتك تستخدم الطاقة لأغراض متنوعة مثل توليد الكهرباء في المناطق النائية تشغيل الآلات وأجهزة الحاسوب تدفئة المصانع والمنازل تزويد المنازل بالماء الساخن سؤال رقم 6 الشمس من مصادر توليد الطاقة النظيفة اذكر مصادر أخرى لتوليد هذا النوع من الطاقة مثل ممكن طاقة الرياح وطاقة المياه شكرا طلاب الأعزاء لكم وأتمنى منكم نسخ الدرس من صفحة 46 الفقرة رقم 4 الفقرة رقم 4 ورقم 5 على الدفتر مع حل الأسئلة كما اعتدنا سابقا حلها على الدفتر وأما الاستخراج فرقد كتبناه على الكتاب شكرا لكم اشتركوا في القناة